السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير اسواق المال في فقرة تحديد أهم الفرص في سوق الأسهم السعودي ليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من يوليو من العام الفين وثلاثة وعشرين وقبل أن نبتدى أخواني العزاء بذكر الفرص نبتدى بتحليل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تاسي ونلاحظ أخواني العزاء أن المؤشر العام لا يزال يتداول أعلى خط الاتجاه الصاعد واستمرارية التداولات أعلى مستوى 11400 نقطة لا تزال ترجح على الكفة الإيجابية والسيناريو الإيجابي ولكن لن نشاهد مكاسب جديدة للمؤشر العام إلا بتخطي مستوى 11900 حيث أن تخطيه سوف يقود المؤشر العام لتحقيق مكاسب قد تصل إلى مستوى 12400 على المدى الأسبوعي إذن أخواني العزاء نبتدأ بتحديد الفرصة الأولى لهذا الأسبوع وهي في سهم شركة إعمار نحدد أخواني العزاء منطقة الدخول والسهم متاح للشراء من مستوى سعر 9 ريالات فاصلة 15 هللة وبهدف أول 9 ريالات فاصلة 40 هللة والهدف الثاني 9 ريالات فاصلة 80 هللة ووقف الخسارة يكون بكسر مستوى 8 ريالات فاصلة 80 هللة ولمن يستفسر عن كيفية الكسر والاختراق قمت بشرح كيفية الكسر والاختراق على قناتي في اليوتيوب في سلسلة شروحات بإذن الله تعالى تستطيعون الدخول إليها في قائمة منفردة في قناتي على اليوتيوب نشرح من خلالها نماذي الكسر والاختراق الحقيقي والكالب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي فرصة شرائية لسهم الخدمات الأرضية من سعر 34 ريال فاصلة 85 هللة بهدف أول 35 ريال ونصف والهدف الثاني 40 ريال ووقف الخسارة بكسر مستوى 32 ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي لسهم شركة البحري متاح للشراء من مستوى 22 ريال فاصلة 40 هللة وبمستهدف أول 22 ريال فاصلة 70 هللة ومستهدف ثاني ب23 ريال فاصلة 20 هللة ووقف الخسارة بكسر 21 ريال فاصلة 90 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي فرصة في سهم شركة اسمنت اليمامة متاح للشراء من 36 ريال فاصلة 20 هللة وبمستهدف أول 37 ريال ومستهدف ثاني 38 ريال ونصف ووقف الخسارة بتأكيد كسر 35 ريال فاصلة 35 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل السهم الآخر أو تحديد الفرصة الأخرى وهي فرصة شرائية في سهم شركة اسمنت العربية متاح للشراء من 38 ريال فاصلة 35 هللة هللة وهدف أول 38 ريال فاصلة 80 هللة وهدف ثاني هو 39 ريال فاصلة 60 هللة ووقف الخسارة يتفعل بكسر مستوى 7 و30 ريال فاصلة 80 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي فرصة شرائية لسهم شركة الزجاج ونلاحظ أخواني العزاء السهم متاح للشراء من 39 ريال ونصف وبمستهدف أول 40 ريال ونصف ومستهدف ثاني 43 ريال ووقف الخسارة يتفعل بكسر 38 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفرصة الأخرى وهي السهم شركة أبو معطي ونلاحظ أنه متاح للشراء من 33 ريال فاصلة 40 هللة بمستهدف أول 34 ريال ومستهدف ثاني 35 ريال فاصلة 90 هللة ووقف الخسارة يتفعل ب32 ريال بتأكيد كسرها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي فرصة شرائية لسهم النائفات ونشاهد أخواني العزاء أنه متاح للشراء من 16 ريال ونصف وبهدف أول 16 ريال فاصلة 80 هللة وهدف ثاني 17 ريال فاصلة 40 هللة ووقف الخسارة بتأكيد كسر 16 ريال فاصلة 20 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي فرصة سهم شركة ذيب وهو متاح للشراء من 81 ريال فاصلة 90 هللة والمستهدف الأول هو 84 ريال ومستهدف ثاني 88 ريال ووقف الخسارة يتفعل بكسر الـ 78 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى الفرصة الأخرى وهي فرصة شرائية لسهم شركة سهل حاليا من عند سعر 18 ريال فاصلة 90 هللة ومستهدف أولي 19 ريال فاصلة 14 هللة وهدف ثاني 19 ريال ونصف هو ووقف الخسارة يتفعل بكسر مستوى 18 ريال فاصلة 60 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل لفرصتنا الأخيرة لهذا الأسبوع وهي فرصة شرائية لسهم شركة سيرة وحاليا السهم متاح للشراء من سعر 27 ريال فاصلة 85 هللة وبمستهدف أول وهو 28 ريال فاصلة 30 هللة ومستهدف ثاني وهو 29 ريال ونصف ووقف الخسارة يتفعل بتأكيد كسر مستوى 27 ريال إذن أخواني العزائيل هنا نكون قد انتهينا من فقرة تحديد أهم الفرص في سوق الأسهم السعودي للأسبوع الحالي أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيبة تحيات وفي أمان الله